تعليق على المشاركات بسرعة المهدي من الكفرة ومحمد من الزاوية تقريبا يتفقان على أن هناك نفوذ مصري واضح على شرق ليبيا وهذا طبعا مؤكد يعني لم يعود خافيا منذ فترة منذ أن ذهب البرلمان إلى طبرق وهو تحت هيمنة السلطات المصرية ونرى العلاقة الوطيدة بين عقيلة صالح وقليبة حفطر مع مصر والأجندة المصرية بالتأكيد هي أجندة مختلفة عن الأجندة الليبية وبالتالي النفوذ المصري يلعب دوره في عدم قيام الدولة الليبية من بين الأسباب التي تجعل مصر تقبل الانتخابات على مضض بل وتحاول أن تفشل هذه الانتخابات خشية من تشكل برلمان جديد ينهي نفوذ عقيلة صالح المرتبط بها الآن وينهي نفوذ حتى خليفة حفطر باعتبار أنه مكلف من قبل البرلمان